موجة جديدة من الصراع تحتدم بين الشرعية والانقلابيين في عدن بعد إعلان العديد من مؤسسات الدولة والوزارة الخدمية تعليق عملها في العاصمة المؤقتة ما يجعل الانقلابيين في مواجهة مباشرة مع حاجيات الناس ومتطلباتهم وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخلية تعليق العمل في الديوان العام للوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية مشيرة إلى أن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ وساعة صدور هذا الإعلان تعد غير قانونية ومعدومة الأثر وتعرض مرتكبها للمحاسبة كما دعت جميع الضباط والأفراد وكافة منتسبي الوزارة لمواجهة الانقلاب المسلح على الحكومة ومؤسسات الدولة وإفشاله وزارة النقل هي الأخرى أعلنت تعليق عملها في العاصمة المؤقتة نتيجة انقلاب المجلس الانتقال التابع للإمارات على الحكومة الشرعية وأشار التعميم الذي أعلنه وزير النقل صالح الجبواني إلى أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تكذيب الانقلابيين ما نشر عن تسليمهم للمواقع التي تمت السيطرة عليها حيث أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم أن قوات المجلس لم تنسحب من المعسكرات والمواقع الحيوية وإنما انسحبت فقط من بعض المرافق الخدمية وأوضح هيثم أنه لم تكن هناك انسحابات بمفهومها العام وما جرى يندرج فقط في إطار التفاهمات مع دول التحالف بتسليم بعض المرافق الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين مثل البنك المركزي ومستشفى الجمهورية التعليمي والمجمع القضائي وأضاف متحدث الانتقالي أن عملية تأميم هذه المرافق ستكون مشتركة بين المجلس والتحالف لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن لصالح الحكومة الشرعية